سلطة الشاورمة جدا لذيذة وسهلة واعتبرها وجبة اول شي نتبل اصطر الدجاج بالزبادي وعصير الليمون وعصير البرتقال ملح في الفل الاسود وبهرات الشاورمة من مقدار ونضيف فص أو فصين ثم مهروس مع زيت زيتون واتبل على الأقل ساعتين بعد كده في مقرأ حامي أخط الدجاج واخليه نين تحمر ويصير جاهز بهذا الشكل واخليه يبرد واتركه على جنب أقلي البطاطس سواء مجمد أو طازع بعدين أتبلو ملح وبهرات البطاطس من مقدار واخليه على جنب عندي هنا بقدونس وبص الأبيض أحط عليه شوي خل أبيض وبهرات السلطة من مقدار مع ليمون واخلطهم مع بعض واخليهم على جنب عندي هنا الصوس عبارة عن زبادي طحينة ليمون ملح وفلف الأسود وخل وثوم مهروس وأخلطهم وإذا صار ثقيل أزوده شوي ما صحنا التقديم بحط الخس البطاطس اللي قليته وشورم الدجاج السلطة اللي سويته فوق كده بعدين أحط عليه الصوس وأزينه بحب الرمان وممكن بدبس رمان واستمتع فيها جدا لذيذة وصفتي برعاية بهرات مقدار وبصحة وهنا علينا وعليكم ترجمة نانسي قنقر